هل من السنة إذا أن الإنسان ضرب جرس الباب أن يقف عن يمين الباب أو عن يسار الباب ولا يقف تلقاء الباب علي بارك الله فيك الجواب نعم من السنة أن الإنسان إذا طرق الباب بيده أو ضرب الجرس ما يواجه الباب وإنما يقف عن يمين الباب أو عن يسار الباب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرق رسل Wahyee رجل عليه الباب فلما فتح الباب وجد الرجل أمامه فقال إليك غضب عليه النبي عليه الصلاة وقال إليك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يعني ما فائدة الاستئذان إذا كان الإنسان يقف في وجه الباب ويقف في مقابل الباب فقد تقع عينه على شيء يكرهه أهل البيت ولذلك الإنسان إما أن يقف عن يمين الباب أو يقف عن شمال الباب بعدما يطرق الباب بيده أو بالجرس